موسيقى هيا نذهب إلى نزهة أو غداء النزهة استمع وقعد الكلمات يحمل يلتقط يقرر ينسى نفس نهاية الأسبوع أمل في أزواج وتحدث حول نهاية الأسبوع نهاية الأسبوع ماذا ستفعل؟ ماذا تريد أن تفعل؟ ماذا تريد أن تفعل؟ استمع وقعد الأسئلة استمع وقعد الأسئلة استمع وقرأ وضع خطوط تحت الكلمات من النشاط الأول طلعوا معي يلا إماد سام وماجد سام وماجد يعملون خططا لنهاية الأسبوع عماد ماذا تفعل؟ ماذا تفعل في نهاية الأسبوع؟ لا أعلم هل لديك أي اقتراحات؟ هذه الأسبوع تلك فكرة رائعة يمكن أن تفعل إنها ربما تمطر يمكن أن تفعل لكن لا أعتقد ربما لكن لا أعتقد حسنا سأذهب ماذا يجب علينا أن نأخذها؟ نعم أنا سوف أذهب ماذا نحن يجب أن نأخذ لنأكله؟ هيا كلنا نأخذ بعض الأشياء ونشاركها فكرة جيدة فكرة جيدة لكن لن تفعل ما نأخذ الآن لذلك لا نأخذ كل نفس الطعام لكن هيا نقرر ماذا نأخذ الآن لذلك أو حتى إنما نأخذ كل الطعام أو كل نفس الطعام يعني ما نأخذ كل نفس الطعام tod stage أنا سوف أأخذ بعض الطعام أنا سوف أدخل حنما ثم سأدخل بعض الحموس ومصال إلا إذن سوف أصبح ع Pars بعض الحموس ويصالة ثم نحتاج بعض المشروبات نحن نحتاج بعض المشروبات لدي الكثير من أولام س توأخذ ذلك نحن لدينا كثيرة من عصير البرتغال سوف أقذ ذلك ش theatreつ هو ملاحظ BA أستطيع أن أخذ ذلك تذكر أنك تأخذ كاميرتك يا ماجد لا تقلق أنا لا أعب أن أخذ الصور لذلك ليس الكثير لنحمله لا ليس الكثير لكن أين سوف نحظر لنحملنا أعرف مكان رائع أنا دائما أذهب هناك مع عائلتي أين سوف أخبرك سوف تكون مفاجأة كيف سنصل هناك نحن سوف نركب بباز بالضبط نلتقط باز أو نلتقط باز ثم نمشي نزها يا حلوين بدهم يطلعوا وقعدوا يخطوا وراشا بدهم يأخذوا أكل المشروبات وكلهم بهذه الطريقة لا يوجد شيء مهم هنا بس إحفاظ الكلمات عمل في مجموعات من ثلاث ومثل المحادثة في نشاط أربع ربما تنطر ربما تنطر ربما تنطر لكن لا أعتقد ذلك إذن ذلك إذن إستمع ودور الكلمات التي تسمعها شاني السجسشن اقتراح ديسايد تقرر ويكيند نهاية الأسبوع فورجت ينسى ساندويش ساندويش كاري يحمل هلو ما سمعناش كاتش يلتقط وسيم نفس ربما تنطر أقرأ ودور الكلمات الصحيحة نحن عالة نعمل ساندويش مع الخبز نحن نقول الأيام من الأسبوع عندما نذهب للمدرسة أو العمال نهاية الأسبوع أستطيع أعطي اقتراح ماذا نحن نستطيع أن نعمل ماجد دائما تذهب لنفس مكان النزهة أرجوك لا تنسى واجبك البيت غدا أكمل الجمال بكلمات من نشاط واحد ثم وصل الجمال بالصبع لدينا الكثير من الخبز لذلك سوف أعمل بعض الساندويشات ماذا تريد أن تفعل في الدرس التالي؟ ما لديه اقتراح؟ أنا لا أستطيع أن أقرر ماذا أريد أن أفعل في نهاية الأسبوع إنها مسافة طويلة للمشي نحن نستطيع الذهاب بالتاكسي أو نقدر كباز بالحافلة حقيبات النزهة مليئة بالأطعمة والمشروبات لذلك إنها ثقيلة جدا أنا لا أستطيع حملها كل واحدة مع صورها أقرأ المحادثة على صفحة 56 مجددا واجب الأسئلة ماذا سام تقترح أنه يعمل بالطعام اللي هما بأخذو؟ ما الطعام اللي ماجد رح يأخذو؟ الحمص والسلطة مين رح يأخذ الأورانجووس؟ سام من يعرف محل مليح لغاية نزهة الغداء ماجد؟ ماذا تريد أن تحب تأكل في غاية النزهة؟ كباب كفتا طيب اللي بعده استمعوا على الكلمات يحضر ضخم ضيق طبيعة طريق 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 ضخم طريق 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 لتجد موجود طريق أنصلا موجود طريق مالك الناس يسألوني ماذا أنا أحب أن أعمل في نهاية الأسبوع إجابتي دائما نفس الشيء أنا أحب أن أذهب لنزهة الغداء مع عائلتي هل أنت لديك مكان مفضل هم سألوا لذلك نخبرهم حول مكان هادئ جميل نحن نعرمه أن أخبرهم حول الطريق اللي أخذهم بين جبلين أنت تترك السيارة وتمشي وحدك بطريق صغير الطريق الضيق بأخذك على طول الوادي اللي بيكون هناك دائما كثير من الزهور في النهاية هناك بعض الوادي مع الزهور في النهاية هناك بعض الأحراش أو الغابات بأشجار قديمة كبيرة هم يحموك من الرياح والشمس هناك أنت تأكل غداء النزهة أنت تستمتع بالطبيعة مع عائلتك إنه يجلب لك سعادة عظيمة هم قالوا إنه يبدو بديئة أين هو لكن أنا لا أخبرهم أنا لا أريد أن تصبح مشهورة إنها مكاني أو إنه مكاني أنا لن أخبركم أين هي أو أين المكان يعني هنا قاعد يوصف في المكان شو اللي حكى؟ قال أنا بروح مع عائلتي شو المكان المفضل عنده الفيفوريت بلايس حكى عن إيه؟ مكان هادئ أول شي كوائت هادئ الشغلة الثانية في عندنا سمور روت وتو ماونتز في بين جبلين مدام في جبال فمعنات ليست الصورة A هاي راحت ضل ياهاي ياهاي هات خلينا تشوف two mountains you leave the car and walk along small path إنت بتداشر السيارة وبتمشي في طريق طيب الشغلة الثانية شو حكى؟ قال إيه بو أخذك على فالي على وادي وقال لك هناك في كثير فلاورز في كثير ورود وين كثير ورود هنا؟ إذن الصورة B شو الجواب يكون B؟ نعم الجواب يكون B هذا هو المكان طيب نكمل حين ماجد يحب أن يذهب لنزهة الغداء مع أصدقاؤه هذا الحكي خطأ ليش؟ قال أنا ما بدي حدا يعرف وين المكان اللي بروح أنا بتنزه فيه مكان الغداء والنزهة اللي هو عاصف بيكون غالبا عاصف خطأ ماجد يحب الطبيعة صح اقرأ واجب الأسئلة أين طريق من مصف السيارة بوغدك يعني على طول الوادي لماذا ماجد لم يخبر الناس حول مكان النزهة؟ ولم يريده أن يكون مشهورا طلع لبعده استمع ورقم الكلمات في الترتيب اللي أنت بتسمحهم طبيعة طريق Fran ممار برينجز يعني يجلب يحضر أحراش ضخم نارو ضيق يحمي اقرأ ودور الكلمات الصحيحة النهر ضيق عندما يبدأ لكنه عريض جدا عندما يصبح قرب البحر كان صعبا لترى في الطريق لأن الأشجار العالية أخفت الشمس نحن نحتاج أن نجد طريق آخر على فوق الجبل هذا مغلق الأشجار تستطيع أن تحمينا من الشمس بحر الميت واحد من الأماكن المهمة أكثر الأماكن المهمة في الطبيعة أكمل الجمال بكلمات من نشاط واحد ثم وصل الجمال بالصوات كان مغلق في الطريق بسبب كل الأشجار الكبيرة كان هناك حجر حائل على الطريق نحن لا يمكننا أن نمرره نحن ماشينا أو صعدنا للطريق للباب للبيت كان صعبا للسيارة أن نقودها على طول الوادي كأن الطريق كان ضيق جدا أشياء المفضلة في الطبيعة أشياء المفضلة في الطبيعة وصلحهم القاعدة كمان سهلة ما في أي اختلاف بينهم واضح؟ طيب كيف هذا يعني قاعدته؟ هاي القاعدة تعتمد على الترجمة بشكل كامل؟ يعني ما في شيء إذا تحفظه بدك كون حافظ معنا الكلمات يلا نطلع latency هل ما أجد أنjاء من الترجمةات قاعدة إليه واحدة الحالة؟ هل كان جدا أنها لا تقوم بالطريقة؟ بأمان للم Coun評判 four ما تحفظه أنا شيئي إنها ربما تكون مشمسة غدا ضع الكلمات في الترتيب الصحيح لتعمل جمل يلا هون معنى كامل نحن قد نحظى بغكل النزهة إنها ربما تكون عاصفة غدا هم ربما لا يصلوا اليوم أنت قد تفوت الدرس أنا ربما لا أريد أن أكل الليلة ربما لا يأتي معنا ترجمة كامل أعد كتابة الجمل واستخدم الكلمات في الأقوات طيب هنا من الاستخدام فاطمة ربما لا تشعر بجيدا نحن ربما نحظى بأكل النزهة غدا أنا ربما أو قد لا أذهب معك أنا قد أأتي لاحقا التقصر ربما يكون سيا غدا هي قد تشعر أفضل لاحقا أربع ما بدنا إياها خمسة وتحدث حول خططك لهذا المساء وفي نهاية الأسبوع ماذا أنت سوف تعمل في هذا المساء أنا لا أعلم ماذا أنت تعمل هذه نهاية الأسبوع أنا لا أستم متأكد إذن ماي ربما ومايتم نستخدمهم للتحدث عن إشي قد يحدث في المستقبل هل هذا الإشي أكيد؟ لا هذه تعطي نسبة ربما تعطيها نسبة بحدود 50% طبعا ما تنسى أنك تحطهم تحطهم قبل الفعل ننظر على الصور وما العمال أو الوظائف للطلاب يفكروا فيها معلمة شرطة طبيبة طبيب أسنان عالمة غواص حلوة وظيفة الغواص والله ما أقول في وظيفة يسمى غواص طيب listen again and answer the questions استمم مجددا واجب الأسئلة صراحة لا يهمني no it is not صراحة ما بهمني سؤال هذا من مرة سؤال أربعة كما ما بهمني وخمسة ما بهمني طيب نتطلع read the dictionary entry and write one more example sentence for each meaning اقرأ القاموس أو مدخلة القاموس واكتب مثال واحد لجملة لكل معنى wood بيجي معناها اسم what trees are made from بيجي معناه wood خشب بتقول the table is made from wood الخشب ومصنوء الطاولة مصنوعة من الخشب طيب usually the woods شعن woods الأحراش معناها احنا مقولها أحراش أو الغابة الصغيرة we had a picnic in the woods يعني نحن حضينا بنزهة في الأحراش هيك معنا complete the dictionary entries used before and after أكمل اللي هي مدخلة القاموس واستخدم قبل وبعد before قبل at a near later time we had our picnic before it started to rain يعني نحن حضينا بنزهتنا قبل ما تبلش تمطر after at a later time we played games after the picnic في وقت لاحق نحن لعبنا الألعاب بعد غداء النزل before قبل after بعد اطلح حون complete the sentences used before or after أكمل الجمال باستخدام قبل أو بعد tomorrow is the day after today غدا اللي هو اليوم بعد اليوم yesterday is the day before today البارحة اللي هو اليوم قبل اليوم my father or father will take us to school before he starts work and then pick us up after he finishes الأب سوف يأخذنا للمدرسة قبل ما هو يبدأ العمل وثم ايه يتقطنا يعني يحملنا بعد ما هو ينتهي أربع ما بهمني خمسة صراحة ما بهمني أيضا ستة يعني صعب على طلاب الصف السابع يكتب باراغراف ممكن إذا بتقدر تعمل شو رح تعمل في عطلة المدرسة ايه واحد هون اثنين أيضا صراحة ثلاث أيضا كمان ما فيه إشي working groups عمل نوت سو وين شعني وين عندما where بتيجي معناها في المكان اللي أنا لدي أعمالها هو الذي and what ما طيب هون يجي معناها في السؤال عندما أين من وماذا هظل نكون حافظين ايه هذا وبيك يا حلوين ايه منكون ختمنا الصف السابع ان شاء الله ادرسوا منيح سهل ليس صعب حاول تطور بنفسك ونشوفكم ان شاء الله في الصف الثامن ديروا بالك يا حلوين منشوفكم ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة